مباراة للنسيان زيها زي مطشات كتيرة جدا انا هطلع مع حضراتكم من الحتة الدايئة من مطش توجو انا هبص مع حضراتكم نظرة اوسع شوية ومهم جدا انه كل القائمين على منتخب مصر جهاز فني والتحاد كورة ولعيبة يسمعوا شوية الجماهير بتفكر فيه احنا عندنا سنة مهمة جدا 2021 دي سنة في منتقى الاهمية فيها تصفيات الوصول لكاس العالم 22-22 اعتقدش بقى ان احنا نقعد 30 سنة تاني عشان نوصل لكاس العالم وعندنا طبعا بطولة افريقيا في الكاميرون 22-22 برضو وبالتالي السؤال اللي حصل امبارح ده اللي شفناه في مطش توجو ده ده كبوة ولا ده السوب حياة الاجابة المنطقية اللي عند الجماهير او عند اغلب الجماهير يعني انه ده بقى السوب حياة وانه المنتخب المصري بقى له سنين والموضوع برة تانية بكرر مالوش علاقة باسم حسام البدري ومالوش علاقة باجاري ومالوش علاقة بهكتور كوبر ليه علاقة بأداء المنتخب على مدار السنين واسنين فاتت أداء افتقد كل نوع المتعة حتى في اللحظات اللي كانت مضيئة وصلنا كاس العالم فيها او وصلنا نهاية افريقيا برضو كان الأداء مش على مستوى كورة منتخب مصر اللي بيقدمها على مدار السنين على فكرة فيه بطولات كتيرة جدا شارك فيها منتخب مصر وخرج منها ومحقاش لقب او ما وصلش فيها الأدوار متقدمة لكن دايما كان بيقدم أداء محترم وصلنا كاس العالم في تسعين ولعبنا كورة حلوة وأبهرنا العالم كله يمكن باستثناء طبعا ماتشا إيرلندا المؤسف وعشان كده برجع لحضراتكم مرة تانية عندنا قوماشا محترمة جدا يعني كل بدر حضراتكم المدير الفني كابتر حسام البدري بيختار من لعيبة محترفة زي ما قلت لكم على مستوى عالي في دوري محترم زي الدوري الإنجليزي عندك العيبة في ليفر بول زي صلاح أرسنل النيني أستن فيلا تريزي جي عندك أحمد حجازي عندك أحسن جول كيبر في أفريقيا محمد الشناوي حتى العناصر الموجودة من المنتخب الأوليمبي احنا نتكلم على الأبطال أفريقيا اللي شاركوا مبارح مصطفى محمد رمضان صبحي فتوح والباقي بتجيبهم من أهلي وزمالك وبراميز اللي هم بطل أفريقيا ووصيف القرار الأفريقية وبالتالي عندك قماشا محترمة جدا دي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم سأخير يا كابتن شريف أهلا وسأخير بحضرتك يعني أنا مش عايز أخش في تفاصيل ماتش توجو قوي لكن الحقيقة الأهم ويمكن كنت بدردش مع حضرتك اللي حاصل المبارح ده بتشوفه قعدة ولا استثناء كبوة ولا أسلوب حياة بالنسبة لمنتخب مصر بسم الله الرحمن الرحيم أنا بهديك الأول على الإحساس المصري اللي انت كلمت به يعني إحساس الشارع إحساس النبض بتاعت الجماهير كلها اللي بترجم مباراة الأمس بص أنا هقولك على حاجة اللي انت بتسفرج عليه مبارح ده ومش عاجبك هو ما إلا أحد أحد أسلوب اللاعبين اللي جوه بياخدك بأسلوب البطء وبيحط الرتم بتاع أداءه على الفريق ككل فأنت عندك مشاكل في نقل الكرة السريع في تريد تتكلم على اللعيبة الزغيرة اللي هي بتوفر لك السرعات مش فيه سرعات في الفرقة خالص مشكلة حاجة تشوفتها مبارح في الأداء المنتخب دي مشكلة لعيبة جوه لعيبة جوه الملعب فيه رتم واحد بيرايح على ناحية الشمال شوية بل ما يستلم وعايز يعمل بول كنترول وشوف اللعيبة دراكل أو اثنين ثلاثة في الفرقة مش مؤهلين كانوا في مباراة الأمس أو مش موفقين غير أنهم بلعبوا رتم بطيء جدا رتم بطيء جدا نبي يسمح لفرقة زي طو يقول أنت مش معترف بيها تماما باين عليهم السرعة اللي هم بيعملوها أنت اللي أظهرت الحكاية دي أنت أديتهم الفرصة الحاجة زي كده أنت أديتهم ملعب يقدروا يستلموا فيه وسرعات يقدروا على الأجناب أنهم عايزين يهددوك ويروحوا كذا مرة أو اثنين أو ثلاثة وهي الحكاية ما تبقاش أكتر من هدف أي أنك هو ممكن أنت تعفوا مشكلة كبيرة لا رجل تنجوا بتلعب كرة حلوة أبن بلحك ما أنت اللي أدتهم الفرصة دي أما مش بلعبوا كرة كويسة أنت اللي أدتهم فرصة الوجود فرصة الوجود في أداء بطيء جدا موجود في نصف ملعبك اللعيبة إذا كانت تريزي جي أو منصف محمد أو أحمد سيد زيزو دول لعيبة محتاجين يا أم أحمد سيد زيزو بيصنع لك الكرة العرضية اللي بيقدر منصف محمد على مدار بأنها دي لقيت أربع ومشاة سوشو بنتفرج على الكرة دي وبتبقى نجحة جدا ونجحت في طولة أفريقيا بالنسبة لزمالك أو التريزي جي سائد الأهتف في منطقة الجزاء وتحرمت من محمد صلاح اللي كان ممكن يقدم لك السابورت الكبير عاوه في مباراة زي دي وكان يريحك من أول ثاني إنما الحمية الجزائي بتاعت بس محمد صلاح دي يعني على قد ما بتفرحني على قد ما بتضايقني يعني أنا بحب محمد صلاح كده وعارف إنه لعيب تقيل وعارف إنه عالمي وعارف إنه بيصنع الفارق لكن لما أوقف منتخب مصر على لعيب واحد مهما كان حجم مع احترام يا كابتن شريف يعني لا جوز بس ده واقع إحنا مش هنقدر نهرب منه إن شاء الله للعمر كله إن الراجل ده لازم بقى موجود واللي موجود جنبه يواكب السرعات دي وإنت محمد صلاح عنده سرعات كتير أوه في ليفر بول جنبه خطوط متكملة في السرعات مش في فنيات سألوه كابتن شريف موصلاح كان بيبقى موجود معرف موصلاح كتير جدا وكان المنتخب برضو بيقدم نفس الأداء الباية طب وهروح بعيد ليه ما ده الحديثك تفضلت وولتوا في الأول عشرين تسعتاشر هيكت على أرضنا وبين جمهورنا وفي حضن بلدنا وما قدمناش يعني عروض كسرنا بها الدنيا إنت تفضلت وقلت كلام ده في أول برنامج وده كلام محترم جدا وإذا كانت البطولة دي راحت مننا فراحت لأسباب كتير جدا لتعنت في الاختيارات لتعنت في طريقة أداء المنتقب لفصل الخطوط عن بعض الفروض صلاح ده في حتة وابتدى صلاح ينزل لك تحت عشان يزتلم مش عارف أي حد يعمل له أي مساندة لو نفتكر بالذكرة يعني الأسلوب اللي احنا لعبنا به إنما الأسلوب دلوقتي اللي انت لسه بتتعرف عليه ومدايقك البطء البطء في النص الملعب عندك اللي انت تفضلت برضو وقلت عليه وانا عجبني شخصيا فرقة شوق غريب اللي خادت بطولة أفريقيا وراحت الأولمبياد يعني دي أكبر فرقة بتلعب كرة سريعة جدا ولعبوا مع فرق 23 سنة دي دي فرق مسهلة لو تلعب مع المنتخب دلوقتي تبقى فيه مشكلة كبيرة دلعيبة على مستوى روكي جدا كلهم بأكتروا محترفين بره في أوروبا فأنت مش عايز ترجع إنك تتخلص من حرس الأديم حكي عايز إنه المنتخب الوطني شايف إنه محتاج تجديد دماء سرعات عايز لعيبة سريعة في الملعب عايز لعيبة عندها عايزة جرأة شخصية عايزة تعمل حاجة مفيش حمية خالص في الفرقة اللي هي أنا بقى استغلال البطء وعدم التصرع لا ده مش عدم تصرع ده أبقى المبنير وصل لغاية هناك بيكونوا لعبوا نزلوا معك لتسعة لتحت وتمانية تحت يقفلين عليك من هو اللعب الفز عندك اللي هو هيدر يعد من واحد اتنين وتلاتة ويعمل الوان تو ويأقود ما شفنهاش حتى احنا عايزين كرة الدينة بأبسط الحلول مبارحة وده صعب جدا في كرة القدم لو اتفرجتها عن نيجيريا كذبان أربعة واحد كوريجوا أربعة أربعة لأ وكان هيتغلبوا لأن فيه سرعات قدامهم يعني اسمها سرياليون عملوا هافتايم يدرس روح يدرس دي روح أنا بسميها اللي هلعب الروح دي يكسب طوط أفريقيا بين أهلي وزمالك لو هقول لحضرتك حاجة أنا ما بحبش حتة المقارنة بين الأجيال دي لأنه بشوف أنه كل جيل لي ظروف على فجأة دي أنا رؤيتي أنا أنا فاهمك أنا ببص الملعب شايف إيه اللي معطرني بس إحنا في أوقات كتير جدا كنا لا نملك يعني مقاومات الفرق التقيل ما كانش عندنا محترفين على أعلى مستوى ما كانش عندنا لكن كنت لعب مثلا منتخب زي برازيل يعني ماتش برازيل مثلا إحنا خسنا 4 أو 3 أنت كنت بتشوف فرقة ما تيجي تعملها بالحسابات الفنية بقيمة اللعيبة بحجم بتقل المنتخب أنت بتتكلم على مصر والبرازيل مع كامل احترامي المنتخب والمصر لكن لما تشوف روح الحداشر لعيب اللي شالين تيشرت منتخب مصر هم بلعبين 3 أو هم بيلعبوا مع إيطاليا وتشوف الإحساس بالمسئولية وتشوف الرغبة في أن هم يعملوا شيء لنفسهم والبلدهم ده الحقيقة مش موجود أنا لا أقلل من إمكانيات لعبتنا على الإطلاق بالعكس أنا شايف إنه جيل ده يملك من الإمكانيات اللي ما تترجمش بشكل فرق كبير أوه فرق كبير أوه لكن الروح مش موجودة كابتش فرق كبير أوه بين التيم ده أيام زمان إنما تكون خطوطك كلها عمود فكر لأي فرقة في العالم دي كان بيفكروني بليفر بول خط الدفاع أو خط النص وخط الفرق ده كله واحدة كله سرعة واحدة كله فاهم بعض كله عنده فكره كله دارس بعض أبو تريكا دارس بركات دارس متعب دارس زيزو دارس كل الناس حتى بالعينين بيكلموا بعض عندك غالي كان وبعد كده جي وخصني شاوئي جي شاوئي فيه إقاع فيه زبط إقاع في الملعب فيه كوتش أحمد حسن طبعا أحمد حسن طبعا فيه كل لعب عارف إيه اللي ليه ولي عليه وعنده الحمية اللي هي دايما بيجيب الجول ويقولك مصر وقلبي والأهم من كابتن شريف إنه اللعيبة دي يمكن قعدوا على مدى المنتخب القوام الرئيسي أو هيكال الأساسي كان فيه طبعا عدد من اللاعبين أسئين بس لما بيخش عليهم حتى لعيب جديد بتحس إنه دخل في المنظومة بتحس إنه خد روح خد شخصية المنتخب أنت تتفق معاين فيه إمكانيات تفرق وفرديات بتفرق طبعا اللعيبة بإمكانياتها المحدودة تقدر تلعب يا دوبك في فرقتها في المنتخب أنا طول عمري جنب اللاعب مش ضد اللاعب أنا طول عمري بدي الأعذار للعيبة إنه هم تلموا في يومين ثلاثة وتساب لهم فرصة إنه هم لعبوا لغاية نهاية الدور وقال إن الاحتكاك ده احتكاك قوي بالنسبة للعيبة وأنا مش مش هقف قدام أي حد لا منظومة ولا اتحادات ولا أندية فالرجل فكر بفكر برضو يمكن محترف شوية إنه هو ضامن إنه هيجيله لعيبة جاهزة نظبوط هو اتفرج على لعيبة عجبته وشاف حكاية التهاجم قد إيه لما خده رمضان صبحي وقالك رمضان ده ما لعبش بقاله طلع مبارح لعبت 20-30 دقيقة أو 20 دقيقة عمل 10 دقايق عمل 10 دقايق فيهم ضرب الجزاء ما تحسبتش وكان فيه عرضيات وكان فيه وعمل خلل كبير قوي لو بص بقى أنا باخد مش رمضان صبحي ولا اسم رمضان صبحي ولا ما عمل رمضان صبحي أنا باخد الشباب لما بتنزل الملعب بيبقى شكل أبو الفتوح شوف شكله عامل إزاي في الملعب رمضان عنده كم سنة وبلعبش بقاله فترة وليه مكانة وليه شكل عامل إزاي هو ده الشكل اللي انت لازم تعتمد عليه اللي مدائقك محمد في الفترة اللي فاتت الفترة اللي فاتت اللي ايه من أيام أجيري أنا معنديش شروحي الشباب في الملعب كلهم ما شاء الله بالبط بالمشافية باللونج باس حجاز يمبارح بيمسكوا الكرة وروح أعمل إليك لونج لغ عند المصفة محمد عشان لأنه ملقاش الخطوط اللي هي واحد واثنين وثلاثة قام عندي الفرايتي إن أنا قادر ألعب لده وده ده وده مش شايفين توجه المفوض يشوفوا نفسهم بس وسرعتهم بس السؤال بقى إزاي ممكن تصحح المصار خليني أسمع إجابتك على سؤالي بعد ما نروح لفصل ونرجع نكمل كلام مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة هنوصل أفريقيا بس السؤال الأهم هنوصل عشان نعمل إيه يعني بالحسابات كده صعب جدا منتخب مصر بلعبته بتاريخه ببطولاته بتصنيفه ما يوصلش كاس أفريقيا في مجموعة فيها أربع فرقة ياخدوا منها أول وثاني ومعانا توجو وجزر قمر وكينيا ولا إيه الكلام اللي أنا بقوله ده مش منطقي على كل الأحوال قدامنا وقت وعندنا سنة زي ما قلت حالكم في منتهى الأهمية معنويات لعبتنا بيتهيلي مفترضنا في السماء يعني سواء المحترفين اللي بلعبوه في دور إنجليزي سواء المحترفين المحليين اللي لعبوه في أهلي في زمالك في بيراميدز وصلين لنهائيات البطولة الأفريقية وبالتالي أنا بيتهيقلي إنه المعطيات اللي احنا نحطها في المعادلة مفترض أنها تطلع صورة أجمل بكتير جدا من الواقع اللي احنا شايفين وإزاي ممكن يحصل تعديل المصار وإزاي نصحح مصار في توقيت مهم جدا وفي سنة بيتهيقلي من أهم السنين خصوصا أنها جاي بعد زرف السناء زرف الكورونا كابتن شريف طبعا أهلا وسهلا بحضر لك مرة تانية تصحيح المصار يبتدي إزاي وشايف إنه ممكن ده يحصل من مباراة توجه اللي جاية ولا الفاصل بين المطشين الصعب شوية على كابتن حسام يقدر يعدل أو يغير أو يحاول يجدد دماء الفريق خلينا نقول احنا بنعب هدف هدف الحصول على سلاس نقاط مبارح واللي جايين كمان دول بيقلوك تمن نقاط ما هو متربع على عرش بتاعوا عندك مباراة برة ومباراة كينيا هتبقى ومباراة جزر الأمر على مطاقة دية لا هتبقى الأخران هنا ما عندكش مشكلة زي ما انت تقولت مطش مطش الجاي بتاع توجه تبقى حاجة كينيا بتلعب جزر القمر النهاردة كينيا عندها تلاتة تلاتة نومة وتعادلوا المطش الفات وتعادلوا المطش وممكن يتعادلوا النهاردة لو كينيا كسبت النهاردة جزر القمر كينيا ستة مصر خمسة جزر القمر خمسة وتوجه لوحدها واحد فتوجه بالنسبة لها مطش مصر اللي جاي هيبقى هياه وموت طيب انت حقيقي يعني هيروح انت انت حكاية انك تكسب توجه او تطلع بالنتيجة ايجابية دي مش صعبة هي انا وانت مسكنة دلوقتي الخلل فين الخلل في التحضير بتاع هجمة مصر وتحركات مصر مش خلل فني الخلل ده جوه الملعب اداري من اللعبة نفسها ادارة اللعب لنفسه بقى اللعب يعلعب ازاي بيبقى كل همه ان يلعب بس سليم انه مش بلان يعني ما عندوش تحضير انا ليه بلعب البس ده وليه هنروح ناحية تانية ليه ما بفضيش ناحية الشمال عشان نودي العيني ناحية ده وتتلعب ناحية تانية كل ده اكيد بيتقال في المحاضرات وكل ده اكيد بيتقال انما اللاعب نفسه مش مؤهل غير للسفر والمطشين تمانية واربعين ساعة زي ما انت بتقول او انا بقول او الشارع المصري بقول اللعبة بتعملة انها موظفين ده اي موظف في الملعب وخلاص انما مش مش صاحب شخصية مش رئيس مجلس ادارة يعني كل واحد لازم برئيس مجلس ادارة نفسه جو الملعب وده اللي بيحزنك انك انت عندك الامكانات كتير اوه وعندك كل حاجة ومتوافر لكل لعيب الحقيقة انه هو ممكن يتمع لنفسه في مكانة احسن اللي هو فيها وكرة بتديله وعنده حالة بيحصل لها مش على الضعيف بقى لا انت النهاردة اضعف من الفرق اللي موجودة في مصر دي توجه دي لازم الشكل ده يبقى عنده هو نفسه لا فارقة لحد النهاردة ما بيعرفوش يقفو في الملعب الديفندر بتاعه ما بيعرفش يقف التناول ليه والبلانات اللي هيه هو كل اللي حلته كان هناك بيعمل هنا عندنا في مباراة امس انه بيحاول يحضى نفسه لأي شوطة بيشوطه جامل جدا يهي ايه ممكن لو راحت بين البرواس مش حاجة حشوفها انا اكسملك بلادي لو راحت بيدي الخشابات اللي هو الطريقة اللي عملوا بيها دي ممكن تقابل هزا الشكل هناك انه ما عندهو مش ممكن يدغل كده مش شايف انا لعيب يقدر يحضر لللي جاي واللي جاي هم ما بيعرفوش وقفوا وإحنا منعرفش نوصهم لا وإحنا دي قصة دي قصة برضي رازم تتفهم يعني احنا رد فعل احنا مش الفعل احنا بقينا رد فعل وناك هنبقى رد فعلين بمناسبة بمناسبة رد الفعل بعد ما ما جبنا الجون بتاع الوينش آآ لقيت المنتخب كله رجع واره يعني تفتكر دي كانت تعليمات من كابتن حسام ولا دي اللعيبة امكانياتها كده أو أو حسست انه والأحسن ان احنا نرجع ونحفظ على الجون احنا بس هدقنا جبنا هدف آآ يعني وده الحكاية صعبنا علينا من أول هفتايم آآ لو كنا كذبانين أول هفتايم لو كان عندنا الحمية أول ربع ساعة بتخلص المباراة زي أي أوردر بيحصل في أي كوتش لأي فرقة زي دي بيزروفها على أرضها احنا لازم نخلص المباراة دي في أول ربع ساعة احنا لازم عندنا الحمية لازم عندنا نروح بس الحكاية دي في اللعيبة دي أهم حاجة كان كابت الجوار الله يرحمه بس فيك الروح ما تعرفش ما عندناش طريقة بنلعب بيها اللعيب بينزل يأكل النجيلة فكانت بتديله الأسباقية وبتديله التفاوح الروح دي هي اللي بتجيب نتيجة معنا غيرها الروح بقع في كل حاجة فأنت ممكن تعود نفسك وأدائك وإصابتك وكل حاجة بالروح والحمية اللي أنت أنا شاف اللعب على الأد على الأد الفرق اللي احنا بالعيبة دي مش قدنا ومش عارف إيه وأنا نكسف في أي وقت يعني أفهم من كم حقيقة أنك إنت لو كنت بتواجه الكاميرون أو كنت بتواجه السنغال أو كنت بتواجه كود ديفور حد من العتولة يعني كان مستوى المنتخب هيبقى في حتة تانية خلينا ننفرد أنا وإنت لازم يتقص اتنين تلاتة لعيبة في الفرقة دي معطلين أداء المنتخب ما نقول أسماء كابتن شريف اللي بيدعبوا ببطء في الملعب مين مين يعني شاف مين أنه لا يستحق على فكرة احنا بكلم على منتخب مصر يعني بصرف النظر عن أي حسابات ما أعتقدش أنه يعني وبنكلم لمصلحة منتخب مصر خلينا بدون تعاطف يعني خلينا ندور على اللعيبة اللي هي بتعمل اكتيفتي للفرودة بتساعد الفرودة نص الملعب بتاعنا ده لازم يبقى نص ملعب هجومي أكتر ما هو دفاعي وخاصة في المجموعة اللي أنت قلت عنها لكده السلية أنني عبدالله السعيد عبدالله السعيد أعتقد أنه يبقى ده من نوع اللي بيستلم الكرة وبيفكر وبيعطل شوية ووصل به المرحلة دي أنه بيدور الكرة بطء شوية أو يمكن هو عنده حالة الماتشي اللي فاده تعبان بس أنا شايفه من الماتشي اللي قابله التحمات ملوش ضعب التحمات خالص يعني بر الحكاية دي هو كابتن حساب مش شايف ده الكابتن الكابتن هنرجع للي هو اللي عمل الفاول وهو اللي عنده السوابت وهو اللي عنده يقدر يخلص ماتش في أي وقت نحن لعيبة كرة وفهمين بعض وكل واحد النهاردة مش عارف إيه بس لا أرضاله لعيب كبير قوي يعني هنفضل نتكلم هنحارب بعض وحنتكلم مع بعض في فهم كل واحد في كرة لا أنا عايز زي ما أنت يعني تجرأت وقلت في أول بتاع إحنا مش إحنا إحنا بره من قيم أجيري حقيقي مش حاجة علعب أجيري تاني أنا مش حاجة رابوس أشوف في السطارة بتاعت نص الملعب دي اللي هي كانت بتختارك بالسهولة وما بتعملش إمدادات للفرق فيتظلم معاك بقى مروان محسن وكوكة ومحمد صلاح ينزل يلعب لتحت وترزيجي دا على فترات بعد كل نص ساعة تشوفه خمس ستة دقايق فأنت الفتاحت الجرأة دي فالجرأة دي لازم تتقل كيش هتقل دلوقتي إحنا مش هنعرف في نعمل عاجة ده ما أنت بتقول لا في بطولة أفريقيا ولا في كاس العالم التصفات أنت عايز تروحها أصلا وبعدين في ناس بتتمنى مصر تبقى في الكوارتر فينال في كاس العالم مش بتتمنى إنها تخش كاس العالم بس خلاص بقت نغمت إن أنا بقى موجود في بطولة وخلاص مش إحنا مش الإسم اللي هو مطروح ده البنية التحتية أجبرتك دلوقتي اللي اتعاملت للرياضة في مصر أكبرتك نخلات نتوقع على مستوى عالي قد الإمكانيات اللي أنت عملتها الناس كلها يعني خلوها صناعة قال لك الاصناعة دلوقتي بسرعة الضوء بسرعة الضوء كله بتحرك بتشوف كل الناس بتشتغل إزاي وبيمدوا قد إيه بالماديات وبيوقفوا جنب العيال لأن إحنا نشئنا ومناشئ خلاص الرياضة عموما وكرة قدم الأولانية خالص في الرياضة كلها بقت هي التنافس الفرصة اللي خدها كابتن حسام البدري مع المنتخب الوطني شايفها إزاي وقال شايف إنه في ظل السيزن حنا بكلم إنه آخر ماتش لعب المنتخب من سنة فاتت الله ماقدر أعايد لا عشان برضو ماقدرش أزلم حسام في الكوفيد دي وعدم لمه الفرقة واللي بيجيره بياخده مش عشان حسام أنا شهادتي بجروحه مع حسام أنا إنما في ناس جدير يعني بتحمل كابتن حسام مسؤولية ولا ليه حسام في القصة دي خالص ده اللي الدهوله ابتدى يطلع فيه ده كويس إنه فكر في أحمد زيزو يلعب مكان محمد صلاح ناعا تليمين وحطم الصفة محمد كل الدنيا كانت مراهن إنه هيحطه كوكا اللي هو واخد الدوري ومكسر الدنيا في اليونان يعني الراجل تبع الحالة بيشتغل اللي حيفيده الصغر السن اللي تطعيم مين قال إنه بفتوح تلصحه بإيه يعني لو لو كابتن حسام بيسمع نصيحتك دلوقتي يسمع كله أنا وانت قلناه يشيل يشيل لمصلحته هو بقى والإسمه خدت بالك العناصر اللي هي مع الطلال والحركة عايز شوفين في المنتخب في ماطش عايز أشوف فرقة شوق غريب بحلوها ببابا غنجها بوحشها بكله دي ولاد مع بعض معصورين كده سرعة عندهم الروح ده كذبوا فرق كوي جدا فأنا مجدش مسدق بصراحة أنا اللي شفته ده برجعني خدت بالك للأصالة اللعيب المصري وسرعة اللعيب المصري أنا من زمان وأنا أنا على أيام أنا كنا كلنا سرعة الفانيات جات مع حسن شحاته وجوزيء يعني الباسو والبتاع والوان تو والحاجات الدريعة والتكوين إحنا كنا سرعات في ثانية أنا أريد أن نروح على منطقة الجزائر الخصم الحالتين دول مش متوافر منهم أي حاج خالص في المنتخب اللي أنا بشوفه ده فأنا مش حاجي أنا حامل أجيري بس مش حامل حسن بدري دلوق في الكوفيد كمان طيب أنا عايز بقى لعيب الكور يعني أنا طول عمري بحس كده وبسمع من من نجوم منتخب مصر في مختلف الأجيال أنه اللعيب مجرد ما لبس تيجر بتاع منتخب مصر كده هو شايل مسؤولية منتخب هو حاسس أنه مسؤول عنه يرفع اسم البلد دي وأنه يفرح الميت مليون دول هل بتشوف أنه اللعيبة دي عندها نفس الأحساس يعني أو أغلبهم عندهم نفس الأحساس عندهم مشاكل جدير قوي عندهم لعيبة شخصنا لقطات مبارح معتقدش اللعيبة نفسها اللي هي وصلت للتيشيرت الأحمر اللي تلعب مبارح اللي هو منتخب مصر أو الأخدر عندهم هم مشاكل أصلا بيدوروا على اللي بيبحث عن احتراف ولي بيبحث عن بطولة جاية ووجود ومركز في حتة تانية ما كانش فيه تركيز في المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اهتمام المنتخب ما خدش اهتمام مباراة الآله زمانك اللي جاية يدي بطولة بقى حقرية غدا تبالك بيلعبوا على اعتابها كله بصص لها بس فيه فرق كبير جدا بين بطولة الناس عاشت مشوارها طويل جدا يا كابتن شريف عاشتوا بلحظة بلحظة فرحت فيه كل مرحلة من مرحلة تانية لغاية لما قصت لآخر المشوار فطبيعي جدا تبقى الناس عايشها البطولة لكن انت ما تيجي تكامي يا عدس فاكس أفريقيا الناس مش فاكرا ان احنا لعبنا جزر القمر ولا عندنا كم نقطة ولا ترتبنا كم في المجموعة فيه فصلة كبيرة جدا حصلت في المنتخب في المقارنة في العالم كله ولله لكن ما لديش علاقة بفكرة لانه فيه ناس للأسف دست على الحتة دي فيه ناس قالت أهلي وزمالك ومصر وده لا ياليك ولا يصح مصر فوق الجميع والمنتخب المصري أهم من كل أندار مصري أنا بقول ده وانا على شاشة أنا خلينا أمسك بس كلمة انت قلتها دي هو ده اللي كان موجود مبارح أنا كنت هتكسب هتكسب بتلعب فرقة على قد ده أنا في مجموعة سهلة الاهتمام والروح وكلام لمك مجدش موجودة قد ما هي شكلها واخد فكر اللاعبين نفسهم اللي كان اليوم حظوا لعبوا مبارح اللي هي للمنطقة الأكثر طيب أروح بقى لجزئة طريقة اللعب لأنه فيه ناس شايفة إنه مش بالضرورة إن أنا يعني أثبت على طريقة اللعب اللي أنا بعلعب أربعة اتنين تلاتة واحد يبدو إنه المشكلة ممكن تبقى في طريقة اللعب نفسها هل شايف إنه الطريقة مناسبة بس الأدوار أو الاختيارات اللاعبين الأسماء اللي تقوم بتنفيذ الطريقة أو تطبيق الطريقة دي دفاعاً وهجوماً هي اللي مش مناسبة ولا ممكن نروح لطريقة تانية تبقى أنسب للمنتخب المصري والقوام اللاعبية أو المجموعة المختار تعالي أقول لك إن إحنا لو كنا محمد صلاح بجلوش الكوفيد طبيعي اللي هو كان حيلعب بيه المباراة صح؟ ويمكن كانت المباراة دي تخلص من أو عشر دقايق أو نص ساعة أو وتفر يعني إيه اللي هيحصل كان في المباراة ففي حاجات متغيرات تعالي أقول لك إن الكوفيد نفسها غيرت العالم كله وكل الناس بتلعب والنهار دا في مستوى ثابت وما فيش مستوى ثابت النهار دا أنا بكسب ريال مديد بتكسب برشلونة وتتغلب المطش اللي بعده مش عارف من مين وبعدين يجي يلعب بعدها مطشين يكسب وبعدين يروح يتغلب يتعادل بالعافية مع فرقة ودي فرقة كبيرة وفيها بودجت عالي جدا وأعتقد إنهم أقوى من الفرقة برضو اللي هي بتلعبهم يعني فالينسيا مثلا ما تكسب بريال مديد أربعة إيه شكل المباراة إيه شكل أحداث مباراة عادية جدا إنما فيه سرعات في الديفنس فيها خلال فيه بطء شوية فيه تغيير فيه عدم تكوين فريق من أول مباراة منظور فاهم جامد قوي هي دي برضو عندك في المنتخب كل الحاجات دي فالتخبط اللي محصل في العالم ده كله أنا مش عايزة أحرم فرقة منتخب مصر منها تتفرج وتعرف إن عندها شورتش فين عندها تقصير فين من سوشيال ميديا العقلة الهدفة اللي هي مش عايزة يعني يفضلوا يرموا حوارات أي واحد دا تقول لك إنه الرجل المدير فني هو يفعل خط يعني حيموت لإنه وقفلوا بالسكاكين ووقفلوا بالمتاع إنت لو تعديلت النهاردة مش هتروح توجه مش هتتفر معاهم ده واحد صحف يكاتب الكلام دا ده اثنين ثلاثة بيطلعوا يتكلموا مع بعض زينا وإنتا كده يحددوا له مصيره يحددوا مصير المديرين فنيه على هواهم هل هم بيحبوا ده ولا عقدة الأجنب اللي شغال عندنا لازم إحنا نديها بس أنا بتهالي كابتا حسام يعني صاحب مشوار طويل وخادر تماما يعني هو يتعامل مع الضغوط دي يعني برضو عشان يعني يعني حط كل حاجة في حجمها يعني لا لا ما اعتقدش إنه ممكن لو أحسن مدارب في العالم وبيتناولوه بهذا الشكل وبيتناولوه بهذا الشكل وبيتناولوه بره مصر أو جوه مصر أو فشي هتلاقي فيه الرجل مبارح يعني تحس إنه مش متعصب قوي على أي حاجة بتاع حكم ظلمه في ثلاثة أربعة في الماضيش برضو مش مديينه الابتعيحية مش عارف فيه فكر إزاي غير إمتى ولا يعمل كل ده في الكرة موجود صدقني برضو هميش داعب حسام اللي كان موجود أو اللي حيبقى موجود أو لو تعرض لكل هذي الضغوط وكل هذي المفاركات اللي حصلت في الكرة العالمية كلها لازم إحنا برضو ندي إيه 70-30 يعني 70% في رئيتك و30% ظروف صحيح مش حاضر أقولك لا العكس يعني فأنت بتتمأ يعني كسب توجه في توجه بقى حسام بدي أحسن مدرد في العالم بقى عالم لما تعادي اللي هناك هقولك اه احنا لسه في المشاكل وقولنا أنه موضوع كبير لا الموضوع مش كبير موضوع لازم حسام ما يبقاش عنده عاطفة وانا بقولها لحسام لازم انتك بص الفرقتك وتطعم يعني شوف الشباب فين اللي موجودين عندك في مصر اللي هيدروا يشيلوا اسمه مصر واسمك وكسبونا بإذن الله تي أحسن حاجة الحقيقة أهم رسالة يعني نتمنى أنها توصل لكابتن حسام البدري وبتهالي كابتن حسام عليه أن هو محتاج يعيد ترتيب أوراقه ويعيد حساباته في أقرب وقت ممكن الفرصة مازالت قائمة وفرصة كبيرة جدا والكلام اللي احنا قلناه النهاردة في السادسة هو الدفع الأول فيه الحقيقة الغيرة على اسم المنتخب مصر والحرص على الفرصتين المهمين جدا اللي من الممكن أنه المنتخب وأنه أولادنا في المنتخب وأنه الجهاز الفني المنتخب يحققهم سواء في الفوز وأنا بكرر مرة تانية مش الوصول الوصول بالنسبة للمصريين أمر محصوم بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى نوصل إن شاء الله كاس أمم أفريقيا ده ما فيش شك فيه لك أنا بكالم الفرصة في الفوز بقى بكاس أمم أفريقيا لابد أنه ده يكون الدافع والمحرك الأساسي للعيبة وهي بتلعب التصفيات والأهم ده طبعا الهدف الأهم بالنسبة لكل جماعية المصرية الوصول لكاس العالم وبعد ما نوصل يبقى يحلاء حلال ونشوف راحين نعمل إيه بشكرك تنورتنا وشرفتنا كابتن سليف بشكركم وزي ما بتنورنا وتشرفنا سادسة تنورنا في الملعب بقى أورايف يا رب انشاء الله مع بعض شكرا كابتن سليف عبدالله شرفتنا فتن بشكر حضراتكم على المتابعة بكرا نقابل حضراتكم ان شاء الله حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم